اخبار الوحيدة زوالا مباشرة على الاولى اهلا بكم ونستهل النشرة بالعنوين في ظل اشكالية العجز المائي الذي تواجهه بلادنا امام توالي سنوات الجفاف اجراءات استعجالية تتخذ على مستوى كل جهات المملكة لترشيد استهلاك الماء وحملات لتوعية باهمية الحفاظ على هذه المادة الحيوية بوتيرة سريعة تتواصل اشغال انجاز مشروع الطريق السيارة تتمليل برشيد على طول 30 كم بنية طرقية ستساهم في تخفيف حركة السير العابرة لطار البيضاء الكبرى مع تقليص مدة التنقل مشروع يعتمد على الكفاءات المغربية قضايا الاسرة في افق اصلاح المدونة والجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية في موضوع الاسرة محور لقاء تواصل بالدار البيضاء بمشاركة فعالية نسائية جمعوية وحقوقية اهلا بكم ونستهل النشر بجديد الحالة الجوية ببلادنا حيث تتوقع المديرية العامة للارصاد الجوية في نشرة اندارية من مستوى يقضى بورتقالي ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم وإلى غاية الحادي عشر من مساء غد الجمعة بمناطق الشمال والوسط والأطلس والريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية تتوقع هبات رياح قوية تتروح سرعتها ما بين 75 إلى 100 كم في الساعة مع تساقطات مطارية رعدية قوية يتوقع أن تتروح مقاييسها ما بين 40 إلى 90 مليمترا كما تتوقع الأرصاد الجوية تساقطات تلجية بعلو يتروح ما بين 20 و50 سنتيمترا فوق المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر مرتقبة من منتصف ليلة غد الجمعة إلى غاية السادسة من صباح السبت بكل من إفران، ميدلت، تنغير، أزلال، وبني ملال وعلى إتر هذه النشرة الإندارية توهيب وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطريق والطريق السيار توخي المزيد من الحذة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدمها في مثل هذه الأحوال الجوية وقد خصصت الوزارة لمزيد من المعلومات رقمين هاتفيين للاتصال وفي انتدار تساقطات مترية تساهم في تخفيف من حالة الإجهاد المائي الذي تعاني منه بلادنا جملة من التدابير والإجراءات للسعجالية تتخذ بمختلف جهات المملكة لمواجهة العجز الحاصل على مستوى الموارد المائية جهة أو بجهة سوسماسا تقرر تطبيق مجموعة من التدابير لترشيد استهلاك الماء والاقتصاد في هذه المادة والصورة ينقلها روبرتاج حيجب تامك وسامير بركا وهدم سهل تدابير استعجالية تم اتخاذها على سعيد جهة سوسماسا من أجل تدارك ندرة المياه ومواجهة حالة الجفاف التي تعيشها الجهة بسبب قلة التساقطات المطرية إجراءات تتمثل في إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع نحن أولا قبل ما يخرج هذا القرار درنا واحدة توعية ديال درنا المصاقات لحفاظ علماء تقريبا الحمامات عندنا الخدامة دابا اللي غيقلسوا 12 يوم ولا 13 يوم في الشهر من ينغيجي بهذا المول الحمام لفلس بس يخلص هذا الخدام وهذا الخدام كان عنده أسرة ساكن كاري حالته خاص شي حلول تكون من أسبوع كما تقرر استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحة الخضراء بدل الماء الصالح للشرب بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية فضاءت الخضراء هناك لجوء إلى استعمال المياه العادمة المسترجعة لسقيها وهذا يدخل من تدابير استعجالية لمحاربة التغيير المناخي وخصوصا في الشقة المرتبطة بالماء وهي مسألة محبودة من بين هذه الإجراءات الاستعجالية تم استصدار قرار عاملي للمنع الكل للزراعات العشب الطبيعي سواء بالنسبة لمصالح الدولة وكذلك بالنسبة الخواص وكذلك حضر استعمال المياه الجوفية في سق الملاعب وكذلك القلفات والمساحات الخضراء والحدائق كما تم كذلك تقنين استعمال المياه بنسبة الوسط المهني وكذلك بالنسبة المشاريع العمومية الخاصة وكذلك بالنسبة الأنشطة الزراعية المبادرة للماء يشار إلى أن نسبة ملء السدود بحوض سوس مسا لم تتجاوز 10% خلال السنة المنصرمة وتبقى التوعية والتحسيس بأهمية ترشيد استعمال المياه ضرورة ملحة لتجاوز هذه الظرفية وبموازات الإجراءات الاستجالية لتخفيف من الإجهاد المائي تتواصل حملات التوعية في صحوف المواطنين لتحسيسهم بأهمية ترشيد استهلاك الماء وفي هذا الإدار احتضنت الراشدية ندوة حول تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء وتطوير سبري تدوير الشأن المائي بالواحد حنان أرسلان ومحمد الراشد في ظل ندرة المياه وتزايد الاستهلاك لهذه المادة الحيوية بات يطرح إشكال تدبير هذه الظرفية الصعبة مسؤولون فعالية جمعوية مواطنون الكل معني بإشكالية الماء والإسهام في الحفاظ عليه بشكل واعي ومسؤول اقتراحات وحلول عملية تم طرحها في هذا اللقاء التحسيسي والتواصلي الواحة تعرفوا يعني واحد الجفاف واحد التفاقم الوضعية حيث الواحة كانت يعني تعرف 34 خطارة في منطقة اليوم في مؤدل ثمانيات الخطارات لكذا اللي بقات وهذه ثمانيات الخطارات اللي عن صباح الصبيب ضعيف جدا تحدثنا على تعبئة الموارد المائية من خلال الاهتمام المستدام بالمشروع لتطعيم الفرشة الصناعية للفرشة الباطنية على مستوى العتابات وما يتطلب ذلك من صيانة والتقية لهذه العتابات لأن التغذية الراجعة لهذه العتابات على مستوى الفرشة الباطنية كانت تغذية مهمة تولي خمس سنوات من الجفاف بإقليم الرشيدية شوح في التسقطات وتراجع لوضعية الوحات كل ذلك يعطي وضعية متفاقمة تطرح إشكالية ترشيد الاستيلاك في زمن الإجهاد المائي هذا باك كان نوعيو الناس وكان نعاودوا حتى نحن نخدمو شوية باش هالشي ديال المالي كيمشي ديال الأمطار ما كانش البارجات ما كانش باش نسميتو كان نعمروا بهم الباس سنات باش نبقى نسقوا نخلفها في الوقت اللي صعيبات اللي حرجة اللي ما فيش من يكون حرارة خرجنا بواحد المخرجات في هذا اللقاء بأنه كيفاش ندبره هاد شوية ديال المالي بقى عندنا حيث ما بقناش في الحفاظ على الماء واللي ندبه في واحد الندرة خاصنا كيفاش نديره نحافظه على هاد الندرة مشغل في الاستعمال المنزلي ولكن حتى في النشاط الفلاحي وفي جميع الاستعمالات ديالنا اليومية لطالما تفعلتي أستكن بإقليم راشدية مع شح المياه بأساليب ذكية سواء تقليدية أو مبتكرة واليوم مبازل رهان مطرحا وعلى مستوى أعمق وأكبر لتدبير هذه الضرفية الصعبة وتعامل بشكل مسؤول مع كل قطرة ماء الطريق السيارة تتمليل برشيد مشروع هام يهم مقطعا يبلغ طوله 30 كم مشروع يهدف إلى تخفيف حركة السير العابرة للدار البيضاء الكبرى مع تقليص مدة تنقلات مستعمل الطريق السيارة القادمين من شمال وشرق المملكة في تجاه الجنوب أشغال إنجاز هذا الطريق تتواصل على قدم وساق وعلى أربعة مقاطع روبرتاج فاتحة أمغار وأحمد الحمري مستعمل الطريق السيار القادمين من شمال وشرق المملكة والمتوجهين نحو الجنوب سيمرون مستقبلا على مقطع الطرق السيار الجديد تتمليل برشيد مشروع يمتد تقريبا على 30 كم وأسند بالكامل لكفاءات مغربية دوي خبرات متميزة وتقنيات مبتكرة الشركة الوطنية توقف سيارة تقوم وتنجز واحد طريق السيار لديه ثلاثة ديالما مرة في الأهدف الأساسية ديالها مقطع الجديد ديالطريق السيار وأولا تخفيف الضغط على حركة السيار المرة والتي تعبر مدينة الضربدة نحن الحمد لله الأشغال بدينا فيهم تحتوي على واحد ثلاثة ديال اثنان ديال بدالات لهم غيمكننا من بعد هذه الجوش البدالات غيمكننا من بعد الولوج إلى مدينة الضروة ومدينة مديونة وكذلك مطار محمد الخامس في حد الثلاثة كبيرة وسيتم إنجاز حوالي ثلاثين منشأة فنية عبارة على قناطر تمر فوق وتحت طريق السيارة تمكن الساكنة عبور الضفتين كما أن الورش يحترم المعايير الدولية هذه المنشآت الفنية ندير التصاميم ديالها عن طريق مكاتب الدراسات مغربية وكان يمتلك أيضا مختبر خصيصا للمشروع الذي يقوم بمراقبة جودة جميع الأشغال التي تخص سواء المنشآت الفنية أو الأشغال الأخرى هذه الأشغال نقوم بها باحترام المعايير الدولية هو أول طريق سيار وطني مصمم بثلاثة مصارات في كل اتجاه وسيشهد حركة سير مهمة ما بين ثلاثين أو أربعين ألف مركبة ليحقق بذلك أهداف تخفيف الاكتضاد الذي تشهده الطريق السيار العابري لمدينة الدار البيضاء الكبرى دوليا ومن نيويورك حدر الأمين العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش أمام الجمعية العامة مما اعتبره تداعيات إقليمية لا تحصى لهجوم إسرائيلي بري محتمل على رفح جنوب قطاع غزة مجددا مطالبته بوقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن دعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة على مصير أكثر من مليون فلسطيني محاصرين في مدينة الرفح في حال شن إسرائيل عمليات عسكرية على المنطقة نبيلة أزرقال تواصل إسرائيل القصف العنيف على قطاع غزة مع استمرار الاشتباكات في عدة محاور بعد مرحلة أولى تركز فيها القتال على شمال القطاع تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه وسط غزة وجنوبها خصوصا مدينة خان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا جويا متواصلا لكن الحدث الأبرز والقصف المكثف على رفح في تصعيد إسرائيلي على المدينة التي وصل فيها ارتفاع ضغط النازحين على حدود غزة مع مصر لذروته الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية جديدة ويثير مخاوف القاهرة من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وعلى الصعاد الدبلوماسي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياه مطالب حمس بوقف إطلاق النار كجزء من اتفاق للتهدئة متعهدا بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل رفح ويختتم موزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اليوم جولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بعد مساعي لإرساء هدنة تسمح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن وحض إسرائيل على حماية المدنيين خلال عملياتها العسكرية كما تصدف القاهرة اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية من أجل تهديئة الأوضاع في قطع غزة المحاصر بأكاديمية المملكة المغربية بريبا توصلت صباح اليوم أشغال المناظرة حول العلوم الإنسانية والاجتماعية رهانات وأفاق حيث تميزت بعدد من المدخلات لأساتدى باحثين أغنوا النقاش حول التحديات التي تعرفها هذه العلوم وسبل تطويرها خديشة ثروال والمهديش طبي المناظرة حول العلوم الإنسانية والاجتماعية لا تهدف فقط إلى تقيم الواقع الحالي بل تقف أيضا عند الحصيلة المعرفية المتركمة بشأن العلوم الإنسانية والاجتماعية كما تسعى إلى صياغة الأسئلة الجوهرية بشأن العلوم الإنسانية والاجتماعية أنا برأيها المناظرة مهمة جدا مشان السياسات تقييم الواقع حاليا وشو السياسات اليوم لازم تكون للجامعات وخاصة كليات العلوم الإجتماعية والإنسانية وبرأيي نرى منذ الآن أن النقاش ينضج باتجاه توصيات هامة جدا التحديات التي تواجه العلوم الإنسانية والاجتماعية ترافق مختلف الظواهر المجتمعية والمرتبط على الخصوص بالقيم والتحولات التي عرفتها الأسرة والتحديات التي يتعين على العلوم الإنسانية والاجتماعية مواجهتها تتم على مستوى الجامعة المغربية ومواكبة المشترك العالمي من أجل استيعاب متجدد للواقع والتاريخ في الواقع العلوم الإنسانية والاجتماعية عرفت واحد تراكم نسبي ولكن تعيش مشاكل بالخصوص على مستوى ما يسمى الجماعة العلمية يعني على مستوى تكوين الباحثين وعلى مستوى تقييم المنتوج يعني الإصدارات ثم بصفة عامة العلوم الإنسانية والاجتماعية تتعرف بعض التحولات في العالم عما شيء غير في المغرب في العالم هذه المناظرة التي تنظم على مدى يومين تتميز بتنظيم مجموعة من المحاضرات حول الإشكالية الكبرى التي تعرفها العلوم الإنسانية والاجتماعية إضافة إلى ورشة تعنى بحقول محددة يشارك فيها أساتذة جامعيون في العلوم الإنسانية والاجتماعية من كافة الجامعات المغربية والمؤسسات ونبقى برباط حيث اختثمت أمس فعالية النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى الأعمال للمعادن الذي حمل شعار الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة دعم للابتكار وتحقيق للسيادة المغربية المنتدى شكل فرصة لتبدل الخبرات وتجارب بين الخبراء والطلب المهندسين كما تضمن منصات لتوجيه الطلبة نحو العالم المهني عبير الملوكي وعبد الرحيم في الول النسخة الرابعة والعشرون لمنتدى الأعمال للمعادن بالرباط مناسبة لتعزيز التفاعل بين الطلبة والسوق الشغل لتوفره على منصات متعددة تتضمن مجموعة من الشركات الوطنية والدولية وتقدم فرصا للطلبة في جميع الميادين لولوج العالم المهني بطريقة أكثر فاعلية ممكناش نديروا استراتيجية صناعية بدون إشراك الشباب والكفاءات اللي غير يفعلوا إن شاء الله مستقبلاً هالتطور الصناعي ديال بلدنا وكان من اللذين نستجبل الدواء ديال المدرسة باش نتشوروا ونتقسموا مع الطلبة ومع الأساتداء ومع الإداريين ديال المدرسة تصور ونخدوا منهم الاقتراحات ديالهم باش نبنيوا هالتطراتيجية على أسوس سليم المنتدى الذي يحمل شعار الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة دعم للابتكار وتحقيق الاستيادة المغربية يشكل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب بين الخبراء والمختصين في المجال وبين الطلبة المهندسين مناسبة بالنسبة للطلبة لتبادل الأفكار مع المسؤولين ومع الأساتداء الذين لهم مكانة علمية ومناسبة أيضا للشركات والطلبة لنسج واحدة علاقة مهمة بالنسبة للطلبة خاصة بالنسبة لعروض العمل وأيضا فرص تدارب المنتدى في دورته الرابع والعشرين يشكل أرضية ترمي إلى تقريب الطلبة بالميدان العمل وذلك عبر خلق فضاء للتبادل الحر بين المقاولة ومهندس الغد وننتقل إلى الدان البيضاء حيث شكل موضوع الأسرة محور لقاء تواصلي نظمة الجمعية المغربية رياضة وتنمية بمشاركة فعاليات نسائية جمعوية وحقوقية وخصص النقاش لمناقشة أو لطرح قضايا عديداتهم الأسرة المغربية من النواحي القانونية والحقوقية والاجتماعية فتنة تبوت عاشر بن مسعود وردة فجش تنبع أنماط الأسرة المغربية وأوضاعها وطبيعة الأدوار داخلها أمر يحتم إيجاد أرضية ملائمة تتأسس عليها توجهات السياسات العمومية مما يستجيب لحقوق وحاجيات جميع مكونات الأسرة اعتباراً لوجود أسر تتكون من أمهات المطلقات وأرامل وعاذبات يتحملن مسؤولية الأطفال ولعايتهم ولعاية أقرباء مسنين وكثيراً ما تتسم وضعية هذه الأنماط الأسرية بالهشاشة واللقاء جمع العديد من الفعالية النسائية والحقوقية جاء كمبادرة للتحسيس والتعبئة الاجتماعية للمساهمة في إقامة مجتمع يضمن ممارسة مواطنة كاملة لجميع المواطنات والمواطنين في إطار من الحرية والمساوات نحن فرحانين اليوم كجمعية مغربية رياضة وتنمية بهذا الحضور اللي عنده دلالات متعددة أن المرأة المغربية وأعادتها هي كذلك بالدور ديالها داخل المجتمع والحضور ديالها كما قلت لكم رأى عنده دلالات متعددة وكنتمنى أننا نخرجوا بوصايا متعددة اللي غادي تفيدنا لنما زال ذلك لكي بلوم مفتوح باش ندخوه بالأفكار ديالنا فاللقاء التواصلي يندرج بدوره في سياق التعبئة المجتمعية التي تشهدها بلادنا ضمن مسال إصلاحي يطمح إلى إرساء نموذج تنموي جديد بناء على مقتضايات ومبادئ الدستور وللمزيد عن هذا اللقاء تنضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء السيدة نزها سقلي رئيسة جمعية أول مرحبا بك سيدة سقلي إذن عن طريق جمعيتكم قمتم بدراسة معمقة حول موضوع الأسرة فما هي الخلاصات التي خرجتون بها خصوصا ما يتعلق بفئة الأسر الهشة شكرا على الاستضافة فعلا جمعية أول حريات قامت ببحث لدام سنتين هذا البحث لي مشال مختلف مناطق ديال البلاد وقفنا بشاركة مع جمعيات محلية وتلقلها مع النساء وتناقشنا معهم والمخراجات ديالك يعني المعلومات اللي اخدناها نقشناها مع خبراء مع وخبيرات مع ممتلين وممتلات ديال المؤسسات عمومية ومختلف جمعيات المجتمع المدني وبالآخص وقفنا على الظاهرة ديال التنوع ديال تركيبات الأوسائق المغربية حيث أنه السياسة العمومية يعني ما كنت تاخدش دائما بعين الاعتبار هذا التنوع ديال التركيبات ديال الأوسائق المغربية عدد من النساء هما فعلا مطلقات أو معلقات ممجوجات ممطلقات أو نساء المجوجين بالفاتحة وما تمشي يعني تدويل ديال الزواج ديالهم أو أمهات العزيبات هذه النقطة كلها كتجعل علا أنه مجموعة من الأوسال ما مندمجاش بطريقة جيدة في السياسة العمومية ولا سيامة فيما يخص الحماية الاجتماعية إذن إحنا درسنا هذه الأمور وخجنا بوحدة المذكرة هي كتضم ميادي التوصيات متعلقة معلومة بقوانين التي تحكم على الأوسائق المغربية الكلاسيكية التي فيها الرجل والمرأة والأطفال والأوسائق الأخرى سلمد تكون مبنية على المساوات بين أفراد التي يكونوا هذه الأسرة ويكون تعاون فعلا والاعتراف بالحقوق الكاملة للنساء والرجال وكذلك خصنا سياسة العمومية تأخذ بعين الاعتبار المساوات ما بين الأوسار ما تبقاش دايما تركز فقط على الرجل يعني هو الرجل المعلوم عنده دور دياله داخل الأسرة ولكن كذلك المرأة اللي عندها دور كبير تجاه الأطفال وبالتالي مثلا فيما يخص الولايات الشرعية والمفهوم دياله رب الأسرة خصنا نتخلّو على هدك النموذج والذك الباراديق اللي كيقولنا بأنه الرجل هو اللي كيخدم ويجيب الفلوس والمرأة قلصة في الدار النساء يعني كيشتغلو في مختلف المجالات النساء موظفات طبيبات محاميات أستاذات عاملات عاملات يعني في المنازل في اللاحات هاتش كله كيجيب المدخل كذلك للمنزل يعني كيساهمو في كل ما يتعلق بالأسرة كيساهمو في تدبير تدبير أمور البيت نرجعو للدراسة اللي قمتون بها فشنية الاقتراحات ديالكم فيما يتعلق بإصلاح مدونات الأسرة من أجل إنصاف هذه الفئات في ظل مجتمع ينعم بالحرية وبالمساواة احنا يعني كنضم صوتنا لصوت الجمعيات ديال المجتمع المدني وكنحييوا الورش لإصلاحي الكبير اللي تلقوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظها الله اللي جاب الأخص في رسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة تيلح على ضرورة يعني ديال ملاءمة القانون ديال مدونات الأسرة مع تطورات اللي عرفها المجتمع مع تأخير ديال سن الزواج مع كذلك الأدوار اللي كيلعبوها النساء في مختلف المجالات الاجتماعية إذن أخصنا يكون واحد للإصلاح عامق وشامل ديال مدونات الأسرة وبالآن أخص يتبدل ذاك المفهم الأساسي اللي مبدية عليه الأسرة باش يفضل بعين اعتبار تطورات الحالية وخصنا كذلك نحقه الملاءمة ما بين القانون الأسرة وما بين الدستور المغربي اللي هو جيد متقدم يعني ينص على المساوة بين الجنسين وكذا تفقية الدولية اللي صدق عليها المغرب بالإضافة إلى ذلك نحن مجموعة من القوانين الأخرى تتعرف التغيير وخاصة القانون الجنائي اللي هو كعج القضايا ديال العفض بالنساء والقضايا ديال يعني الاختصاب والقضايا ديالإجهاد ومجموعة من القضايا اللي هي في طبوهات داخل المجتمع ولكن هي في الحاجة إلى إصلاح إلى الملاءمة مع تطور المجتمع نعم شكرا لك سيدة نزها سقلي رئيسة جمعية أولي يعني بالإضافة إلى ذلك كان واحد الجاني بوهم اللي توجيه في عشالة سيدة سقلي نزيد غير واحد نقطة وحدة فيما يخص السياسات العمومية يعني الحين على ضرورة أنه السياسات العمومية تأخذ بيها عن الاعتبار ضرورة حماية النساء والرجال كلهم كمواطنين ومواطنات مشي تبقى فقط المرأة يعني كمكملة للراجل إنها الزوجة أو الأم أو البنت ولكن كذلك مواطنة كاملة المواطنة نعم شكرا لك مرة أخرى سيدة نزها سقلي رئيسة جمعية أول حريات كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء الكود ديفوار البلد المضيف في نهاي كأس إفريقيا للأمم أمام نيجيريا بالأمس وخلال مباراة النصف الأولى فاز منتخب النسور الخضر نيجيريا على نظيره الجنوب إفريقي بركلة الترجيح أربعة لاثنين بعد نهاية المباراة بالتعادل هدف لمثله في زمنها الأصلي وشوطيها الإضافيين نيجيريا حملت اللقب ثلاث مرات بتأهلها للنهائي تمني النفس بمعانقة الكأس لرابع مرة وفي مباراة النصف الثانية المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الكونغولي بهدف دون رد ليبلغ منتخب ألفية لا نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015 ولعل مسار منتخب ألفية لا يؤكد أن الدورة الرابعة والثلاثين من كأس إفريقيا للأمم أوفت بكل وعودها من حيث المفاجآت والتشويق حيث أصبح البلد المضيف الذي كان قاب قوسين أو أدنى من توديع المنافسات في أطوارها الأولى يتطلع إلى معانقة اللقب القاري للمرة الثالثة بعد سنتين 1992 و2015 وسيجري النهائي بين منتخبين نيجيريا والكود ديفوار يوم الأحد المقبل على ملعب الحسن وترى الأولمبي في أبيت جون فيما ستجري مباراة الترتيب بين منتخب جنوب إفريقيا ونظره من الكونغو الديموقراطية يوم السبت القادم وللحديث عن محصلة الكان 2023 يحضر معنا ضيفا في الأستوديو الإعلامي والمحلل الرياضية سيد محمد جفال مرحبا بكم سيد جفال مرحبا بك الأخت إذن بالأمس تم التعرف على المتنافسين على نقب كأس أمم إفريقية دورة الكونغو الديفوار البلد المضيف منتخب الفيلة المدعوم من الجماهير والأرض والنصر الخد نيجيريا الحاملة للقب ثلاث مرات ودات السجل الكروي المتميز ففي البداية قراءتكم لمبارتي نصف النهائية والتوقعات ديالكم بالنسبة للمباراة النهائية يوم الأحد المقبل في الواقع أنا نصف نهائية كانت مميزة شيئا على المستوى التقني على المستوى المنافسة بين المنتخبين فريق النيجيري استحق الفوز رغم أنه كان يفوز بالمباراة بدون ضربة ترجحية ولكن وصلت ضربة ترجحية بعد ما عاد بالبعيد لمنتخب ديالج المؤفريقية المنتخب النيجيري اللي وصل المباراة النهائية لستاشة مرة في تاريخ ديالو ويطمح أنه يفوز باللقب الإفريقي الرابع في تاريخ ديالو هذه أشياء كلها كنت تتبين على أن المباراة النهائية اللي ستجمع بمنتخب الكوديفور ستكون مباراة صعبة وصعبة جدا لنظر البلد المنظيم لنظر التجربة الكبيرة اللي راكبها المنتخب النيجيري على مرة تاريخ دي الكأس إفريقي للأمم ولكن هناك منتخب الكوديفور اللي جاء من بعيد وكان المنتخب المغربي اللي استاهم في تأهول ديالو الدور الثاني والآن أعطى دروس لمن أنه لأن المنتخب عنده لاعبين مميزين بقيادة مدرب فاييلي ومدرب مساعد واللي يعرف اللاعبين والشيء الجميل هو أن المدرب المساعد قاد المنتخب الإفري لواحد الحلم اللي كان يطبعوا له كل الإفريين والوصول للمباراة النهائية بالإضافة لذلك حتى تسيروا اللاعبين أن هناك نجوم كبار اللي تلعبوا في المنتخب الكوديفور ولكن بعد النجوم يحطون في كرسي الاحتياط وساعدوه أنه بعد المباراة تعطوه النججة هذي يبين القوة والشخصية المدرب وكانتمنى على أن اللقب يكون لصالح المنتخب الإفري صاحب البلد وصديق الملكة المغربية كذلك المنتخب النججري اللي كانتمنى أن النهاية تكون في حد المستوى للطبع والتظهر على أن كرة القدم الإفريقية تطورت وفي فعل كرة القدم الإفريقية تطورت على مستوى التقني على المستوى الجامعي وهناك خارطة طريق جديدة لمجموعة من المنتخبات التي أظهرت على أنها تسير في خط التصاعد حتى عامل جمهور في الكوديوار سهو بالفعل الجمهور الإفري عبحت دور كبير وكان لاحظه الجميل كل هذا على أن النجوم دي المنتخب الإفري في مقدمة دور كوا قال الجمهور شكرا للمغرب على أنه مساهم في تأهول ديالو وطلب الجمهور الإفري أنه يحمل القميز للفريق الوطني تعبيرا عن المساهمة المغرب في تأهول ديالو من الدور التاني وهذه أشياء جميلة وكانتظهر العلاقات المتميزة بين المغرب والإفري طيب هذه الدورة عرفت عدة مفاجآت خروج منتخبات كانت مرشحة للفوز باللقاب من بينها المنتخب الوطني كذلك سينغال حملت اللقب السابق الدورة عرفت أيضا بروز منتخبات أبانت عن مؤهلات كروية عالية وأخرى كان الحد إلى جانبها كفريق الكود ديبوار بصفة العامة كيف ترون محصلة المنافسات ومستوى كرة القدم الإفريقية وهذا شيء ذكرته قبل قليل بالفعل أن كرة القدم الإفريقية تطورت بشكل كبير نظرا لأن هناك دول إفريقية لها اتفاقيات مع مجموعة من دول أوروبية مراكز تكوين اللي كانوا بهدوا واحد مجموعة دول إفريقية اللي ساهمت في تفريق لاعبي في واحد المستوى عالي وكيمشوا يلعبوا في أوروبا كيتطوروا أكثر حتى يرجعوا البلادهم وكين ببعض البلدان بينها الرأس الأخضر لأنه ظهرت واحد المستوى جيد منتخب الموريطاني كذلك لخلق مفاجأة مجموعة منتخب غنيا استوائي اللي كان أنه بإمكانه يلعب أدوار طالعية في حين كان لحظوا على التراجع دي المنتخبات دي الشمع الإفريقية تونس الجزائر المغرب وكذلك مصر اللي لم تهلوش الأدوار المتقدمة وكل هذه الأشياء كلها كسبين على أنه يكون خارطة طريق جديدة لكرة القدم الإفريقية وهذا كي يجعلنا أننا في المغرب خاصة أن نزيد ونشتغله خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم نهائياتك أسفريقيا الفين وخمسة وعشرين لكي تطلب واحد منتخب مغربي قوي على جميع المستويات سيكون واحد ضغط كبير على اللاعبين وهذه الأشياء كلها المدرب الفارق الوطني المغربي اللي تعادل اتقاه فيه هو الإدريقية مطالب أنه هي منتخب مغربي تنافسي حتى يكون الطموح للجمهور المغربي هو الفوز باللقاء بالإفريقية تحديات القادمة كبيرة تحديات كبيرة وكبيرة جدا وهذه الأشياء هو الضور دين المدرب الوطني وكذلك الجميع الملكية المغربي لكورة القادمة لأنها سوفر كل الأجواء وغذي تكون من بين أحسن النصخ لكأس أفريقيا للإشارة فكود ديفار نجحت في تنظيم نهائية كأس أفريقيا نظرا لجودة الملعب كذلك الجهزة للتوفرات وكل يحسب لكود ديفار أنها نجحت في تنظيم نهائية كأس أفريقيا مميزة على جميع المستويات وخاصة الملعب التي كانت تشكل في أفريقيا عائق بالنسبة لعبين ولكن اليوم هناك تطور وهذا كي تحسب كذلك الكندر الأفريقية لكورة القادمة شكرا لكم على كل هذه المعطيات السيد محمد الجفال الإعلامي والمحلل الرياضي وشكرا على حضوركم معنا شكرا لك ومساء أمس خرجت الجماهير الإفوارية في احتفالات كبرى بشوارع العاصمة الاقتصادية أبي جوم بعد التأهل المستحق لمنتخبهم إلى نهاء كأس أفريقيا للأمم الفين وثلاثة وعشرين أجواء الفرحة عمت كل مكان ساحات مقاهي ومطاعم وغيرها وكل فئة المجتمع الإفواري كبارا وصغارا ونساء ورجالا عبروا عن سعادتهم بهذا الحدث وعن افتخارهم بالإنجاز الذي حققه المنتخب الإفواري بالوصول إلى النهائي وشاركتهم فرحتهم العديد من المغاربة المتواجدين أو المقيمين بالكتبا بهذا تنتهي هذه النشرة تذكير بأبرز العنوين في ظل إشكالية العجز المائية الذي تواجهه بلادنا وأمام توالي سنوات الجفاف إجراءات استعجالية تتخذ على مستوى كل جهات المملكة لترشيد استهلاك الماء وحملات التوعية بأهمية الحفاظ على هذه المادة الحيوية بوطيرة سريعة تتواصل أشغال إنجاز مشروع طريق سيار تتمليل برشيد على طول 30 كم بنية طرقية ستساهم في تخفيف حركة السير العابرة لدار بيداء الكبرى مع تقليص مدة التنقل مشروع يعتمد على الكفاءات المغربية قضايا الأسرة في أفق إصلاح المدونة والجوانب القانونية والحقوقية والشماعية في موضوع الأسرة محور لقاء تواصل بيدار البيضاء بمشاركة فعالية نسائية جمعوية وحقوقية شكرا لكم على حسن متابعة وإلى الغد بإذن الله اشتركوا في القناة